منطقة شمال قطاع غزة تمنع المنظمات الأممية من إدخال المساعدات إلى هذه المنطقة حاولنا منذ بداية يناير وحتى الخامس من خبرايا إدخال 35 شاحنة أو قافلة إلى شمال قطاع غزة وافقوا لنا على عشرة آخر قافلة دخلت من قبل الأنروا إلى شمال قطاع غزة كانت في 23 يناير ورأيتم من الممكن الصور كيف أن عشرات الآلاف تجمعوا حول هذه الشاحنة وأخذوا ما بها لأن هناك حالة مجاعة حقيقية موجودة في شمال قطاع غزة نحن نحاول يوميا التقدم بطلبات للوصول إلى منطقة شمال قطاع غزة وللأسف ترفض هذه الطلبات والحديث يدور عن مئات الآلاف من الناس بالنسبة لما يدخل إلى قطاع غزة نحن نقوم مباشرة بالتعاون مع الشركاء بتوزيعه على مراكز الإيواء وعلى مئات الآلاف الموجودين حول مراكز الإيواء لأن مدينة رفح الآن بها مليون ونصف فلسطيني نتحدث عن 70% من سكان قطاع غزة متواجدون في مدينة رفح هناك صعوبة في التحرك والوصول إلى المناطق دعيني أسميها المنكوبة غذائيا ومنكوبة صحيا لا نستطيع الوصول إلى تلك المناطق رغم أننا ننصف كل الحركات مع الجيش الإيواء اتهمت الأنروا بأنها تخلت عن مسؤوليات اتجاه اللاجئين النازحين إلى مراكز الإيواء كيف ترد؟ هذا حديث لا مكان له دعيني أقول الأنروا متواجدة في كل مكان حتى الآن لدينا في شمال قطاع غزة لدينا عيادة تعمل هناك موظفون موظفين من الأنروا رفضوا الفروج إلى منطقة جنوب قطاع غزة واستمروا في تلك المناطق بمراكز الإيواء وفي العيادات لكن تركيز فعلا جهد الأنروا ليس في شمال قطاع غزة نكون واضحين بأوامر الإخلاء التي حدثت وخروج أعداد كبيرة من موظفي الأنروا إلى الجنوب وحتى خروج مركز عمليات الأنروا من مدينة غزة إلى جنوب قطاع غزة إلى مدينة رفع هذه المنطقة هي متروكة فعلا الآن الآن ما نقوم به هو محاولة الدخول إلى تلك المنطقة ولكن الحديث عن أن دور الأنروا وتشقيق دول الأنروا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر